تابعي بي بي سي في كل مكان تأتيكم الليلة حلقة جديدة من برنامج عنها في أسبوع في حلقة الليلة سنذهب إلى لبنان والانتخابات النيابية التي تتنافس فيها هذه المرة 86 امرأة وهو عدد قياسي من قبل النساء ورغم ذلك هناك تفاؤل حذر من قبل النساء حيال فوز هؤلاء المرشحات في تلك الانتخابات التي طال انتظارها منذ العام 2009 كما نذهب وإياكم إلى مصطلح المرأة القوية المستقلة الذي بات مجالا لسخرية البعض ربما لما يتعلق بالمعاناة التي تواجهها النسوة التي يخترنا هذا النهج معنا ضيفة من طراز خاص في حلقة الليلة تناقش معنا أسباب اختيارها لهذا النهج أيضا تستمعون من ملفات هذا الأسبوع في عنها في أسبوع إلى اليوم العالمي لحرية الصحافة وما تعانيه العاملات من النساء في هذا المجال بسبب النوع والجنس إضافة إلى يوم عيد العمال وكذلك تستمعون إلى ثورة عن الشعر المجعد ودخصة لدى النساء التفاصيل والمزيد تستمعون إليها في حلقة الليلة من البرنامج عنها في أسبوع والتي تأتيكم عبر أثير بي بي سي بعد موجز أخبار الخمسة والنصف مساء بتوقيت جرانتش معي أنا نرمين الذهبي ترجمة نانسي قنقر